اشتركوا في القناة رمضان هو موسم العبادات هو شهر التنافس وخير ما يتنافس به المسلمون وخير ما يتنافس به المؤمنون في السير الى الله عز وجل وفي القرب من الله عز وجل وفي الطريق الى الله عز وجل منازل في الطريق الى الله عز وجل مقامات في الطريق الى الله عز وجل عز وجل كما في الحياة الدنيا مستويات من الإيمان مستويات من التقدم والتطور وفي عنا طالب بالاتدائي وعنا طالب بالإعدادي وعنا طالب بالثنوي وطالب عم يعمل دبلوم وآخر ماجستير والثالث دكتوراه إلى آخره من هذه المنازل التي هي موجودة في الدنيا في كل شيء في الشركة في المؤسسة في المجال المالي في المجال العلمي فالتنافس موجود أما التنافس في الطريق إلى الله عز وجل فأصبح هذا التنافس اليوم خافتا أصبح هذا التنافس اليوم قليلا نادرا في تنافس اللايكات بالإنترنت في تنافس قديش كل واحد عنده جمهور ولكن يا ترى أين هم المتنافسون الذين قال الله عز وجل عنهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الساعي إلى الآخرة في إن أكرمكم عند الله أتقاكم هنا التنافس وهنا التقدم وهنا الأمور التي يسعى الإنسان من خلالها ويطلب الإنسان من خلالها رضاء الله عز وجل أكثر وأكثر ذكرنا في صباح البارحة كيفية تحقيق التقوى التي هي ميدان التنافس لمن أراد أن يتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن أكرمكم عند الله أتقاكم فبينا كيفية تحقيق التقوى فبينا أن العبادة هي الوسيلة الأساسية يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم شو الغاية من العبادة؟ قال الله الغاية من الخلق العبادة وشو الغاية من العبادة؟ قال لعلكم تتقون يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون البقرة 21 وكذلك التمسك بأوامر الله عز وجل التمسك بآيات الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وكذلك التمسك بأحكام الله التمسك بأحكام الشريعة عن فهم ودراية ودراسة للواقع وفهم مراد الله بروح نصي لا بالتشدد والتديق ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب في تنفيذ كل الأحكام وخاصة في موضوع القتل البير الصريع اللي ما في عليه أي شبهة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وكذلك فليش لعلكم تتقون لعلكم تتقون وبينا كذلك أن الصوم هو مدرسة الصبر الصوم هو مدرسة التقوى الصوم هو الدورة السنوية لكل إنسان يريد أن يرتقي ما بهمنا الأكل ما بهمنا الشرب ما بهمنا سفاسف الأمور ما بهمنا القضايا السطحية والشكلية والخلافات لا بهمنا رضاء الله بهمنا التقرب من الله يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شو الغاية لعلكم تتقون وكذلك يا أحبابنا عدم انتهاك حدود ومحارم الله تلك حدود الله فلا تقربوها شو الله عز وجل له حدود الحدود هي معصيث الله عز وجل فتلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم لعلهم يرتقون البقرة 187 وكذلك يا أحبابنا ميدنا أن الطريق الموصل إلى التقوى هو التزامنا بالصراط المستقيم الذي نسأل الله باليوم 15 مرة والذي نغفل عنه باليوم قد يكون عشرات أو مئات المرة الصراط المستقيم هي حالة دائمة متجددة لحظية بكل قضية من قضايا حياتك بكل قضية من قضايا حياتك أنت بحاجة إلى الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو أقصر طريق لكل خير هو الطريق الأقصر لكل خير تعاملك ببيتك تعاملك بشغلك تعاملك مع من حولك وأهم شيء وأهم طريق هو الطريق إلى الله عز وجل فالصراط المستقيم هو الطريق الموصل لله عز وجل وهو الطريق المؤدي إلى محبة الله ومعرفة الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم مصاكم به لعلكم تتقون يا أحبابنا دائما لام التعليل لام الغاية لعلكم في غاية للصلاة في غاية للصراط المستقيم في غاية للصيام في غاية للعبادة كل هذه الأمور بالنتيجة غاية غاية التقوة وأهم خطاب يا أحبابنا أهم خطاب لمن أنزل عليهم هذا الكتاب أهم خطاب لمن أنزل عليهم هذا الذكر قال تعالى في سورة طهب الآية 113 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا آه القرآن شو؟ قرآن عربي فافهموا يا أمة العرب فافهموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم افهموا أن هذا القرآن أنزل إليكم لتحملوه إلى بني الإنسان شو؟ لتحملوه إلى بني الإنسان اليوم ما في أمة ممزقة مثل أمة العرب اليوم ما في أمة تخضع للمهانة وتخضع للتقسيم وتخضع للتجزيق وتخضع للتجويع وتخضع للإذلال مثل أمة العرب نعم هذا سعي الشيطان نعم هذا سعي الشيطان من أبناء إبليس ومن أبناء إيش بني آدم من الجنة والناس فهذا القرآن العربي الذي هو رسالة واضحة لأمة العرب اليوم للأسف للأسف صار كلما يقول لك لا أنا كل شيء إلا العرب هيكي تعميم أنا ما بشتغل مع العرب أنا ما بأخذ من العرب أنا ما بتعامل مع للأسف الشديد أصبأ ليش يا أحبابنا هذا التنثير لينفر الناس من هذا القرآن ومن هذا الكتاب حينما آمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كم كتاب كان في عندهم لما حلقوا في معارج الهدى لما يعني يأتي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقول له كيف أصبحت كيف أصبحت فبقول له مؤمنا حقا بقول له ما حقيقة إيماني بقول له أصبحت كأني بعرش ربي بارزا أرى أهل الجنة في نعيمهم يتزاورون وأرى أهل النار في جحيمهم يتعذبون أو كما قال فشو خاطب النبي عرفت فلزم رجل نور الله قلبه بالإيمان فكان قلوب عامرة بالإيمان كانت قلوب عامرة بمحبة الله وبخشة الله وبالحقائق مظاهر ما في مظاهر مظاهر ما في جامع لا في الخام ولا في برسلان يعني كانوا سأف مسجد النبي جريد النخل يعني أبسط اليوم أبسط جامع بأبسط مكان في العالم يمكن أنهيك وقع عن المراكز الفخمة وعن الجوامع الفخمة وعن أبسط بتكون أكبر من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الأساسي الحقيقي بمئات المرات ولكن في مسجد حقيقي ولكن في إيمان حقيقي ولكن في تقوى حقيقية كانوا يأخذوا الآية فيظلوا يقروها ويمارسوها ويطبقوها ويعلموها حتى تصبح جزء من حياتهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قرآن يمشي على سطح الأرض طيب أصحابه شو كانوا؟ أصحابه اللي اختدوا فيه واللي نظروا إليه واللي عشقوه واللي يعني ما خلوا قضية ليعبروا عن محبتهم حتى قال أبو سفيان لهرق العظيم والروم ما رأيت أحدا يحب أحد كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك يا أحبابنا هذا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد ما خلينا شكل من أشكال الإنذار ما خلينا شكل من أشكال التنبيه ما خلينا شكل من أشكال الوعيد لكل قضية من القضايا طيب أنت اللي عم تعمل ختمة هل يعني ما رأى عليك وصرفنا فيه من الوعيد يعني شو الغاية قال لعلهم يتقون لعلهم إيش لعلهم يتقون أو يحدثوا لهم أو يحدثوا لهم ذكرى وآخر آية يا أحبابنا في هذا الموضع الاهتداء بهدي الله عز وجل الاهتداء اهدنا والذين اهتدوا زادهم هدى هنن هنن أخذوا قرار هنن مشوا في طريقهم إلى الله عز وجل أما هاي كلمات التواكل التي أصبحت اليوم مقيتة كلمات تواكل أصبحت مقيتة أصبحت يعني شو والله أخي أنا يعني شو ليش يك الله عميل الله عبس أنت 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 الاهتدو أنت اللي بدك تختار طريق الهدى شو عم تستنى ما لحتى الله إذن لحق أساس هو يعني كتير هيك يعني مؤمن وعميق الإيمان وفهمان القصة من الآخر أنت بدك تختار الطريق الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال أبدا قال شو قال السيارة بدك بنزين بدك تعبية بنزين قال لا عم نعمل خطاب وعم نتوسال وعم نترجى قال ومع بتمشي السيارة وعشر سنين ما بتمشي وعشرين سنة ومئة سنة وألف سنة وبتقوم لإيامة اليوم في أسباب ومسببات بالضيق خاسفية يا أحبابنا إذا ما أخذ بهذه الأسباب والمسببات لا يمكن ولا بشكل الذين اهتدوا زادهم هدى وبس هيك وآتاهم تقواهم الله عز وجل بيعطيك التقوى لما أنت بتطلب طريق الهداية لما أنت بتسعى لما أنت بتريد لما أنت بتقرر لما أنت بتفيه بالليل بتحط راسك على السجادة بتقول له يا رب دخيلة يا رب اجعلني من الذين اهتدوا يا رب زيدني هدى يا رب آتيني تقواي يا رب يا رب يا رب وبتفيه تاني يوم بتنمسك وراء وقلام بتقول أنا شو بدي ساوي لطبق الدعاء يلي دعيتهم باريح بأمور الدنيا منساوي دغري بنشتري سيارة بندعي قبل بيوم تاني يوم بنقوم بدأ دق تليفونات بنروح لعند الشو اسبو بنشوفوا لأدام بدنا نخطب حدا بنحكي مع فلاني بنحكي مع فلان بنرتب الأمر بدنا بيت بأمور الدنيا أبدا زابطة لحكاية طيب بأمور الآخرة بنتهي الموضوع عند السجادة بنتهي الموضوع وين بنتهي الموضوع عند السجادة فلذلك يا أحبابنا بقيين إيش في أغلب المواضيع بقيينين في مكاننا فهذه ثمانية نقاط ليش اللي تحصل فيها التقوى كل نقطة من هذه النقاط يا أحبابنا هي بحث كامل يعني أنا اليوم يعني الحقيقة عم بكتفي بذكر العناويين شو عم بساوي عم بكتفي فقط بذكر العناوين لا أكثر من ذلك فقط ذكر العناوين لهذه النقاط فإن شاء الله ناخد هالنقاط هي ونركزها وندير بالنا عليها و نرى أبعادها ونلاحظ ونتابع ما هو مطلوب فيها يعني شو هو الشيء اللي مطلوب فيها شو هو الشيء اللي لازمنا ناخده شو هو الشيء يلي والله كل واحد فينا عليه أنه إيش عليه أنه يتأكد منه وعليه أنه يرى هلأ الأمر الثاني الأمر الثاني هو اقتران التقوى بكل المقامات المتقدمة اليوم ما في مقام متقدم إلا يرتكز على إيش يرتكز على التقوى والتقوى يرتكز على الإيمان شو في أحبابنا في في هندسة إيمانية بالأخير القضية ليست هيك يعني لا تظن بناء البيت أو بناء ما تحت السحاب أو بناء يعني أعظم وأكبر من بناء الإيمان من بناء هذا الطريق إلى الله يكون الإنسان يعني ساذج وبسيط اليوم في بناء عم بيبنى فأول شيء يكون الإنسان مسلم طيب بعد مرحلة الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في إيمان بده يدخل بالقلب في نور بده يدخل بالقلب أنا قلب لا يدخل النور في قلب مليء بالمعاصي لا يدخل النور في قلب مليء بالظلمات لابد من تطهير هذا القلب لابد من تطهير هذا القلب حتى يدخل به نور الإيمان وحتى يفكر الإنسان بعقله في البداية ليستدلع على الله عز وجل فكر بعقله استدل بعقله دخل نور الإيمان بقلبه أصبح إيش أصبح مؤمن قال طيب بعد ما أصبح مؤمن شو الدلالة على هذا الإيمان قال التقوى شو الدلالة شو الظاهر لهذا الإيمان قال التقوى هي شو هو هذا التقوى هذا التقوى الذي يقترن مع المؤمن يا أيها الذين آمنوا شو لبيك اللهم لبيك اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فخطاب التقوى خطاب التقوى إلى المؤمنين فلا يمكن أن يكون هناك حال التقوى لا ترتكز على حالة إيمان ما في طابق تاني بدون طابق أول وما في طابق أول بدون إيش بدون بدون أساسات فارتباط التقوى يا أخوانا واقترانا بالإيمان هي حالة متكررة في القرآن الكريم في كثير من المواضيع ما أدري إذا كنا سنستطيع أن نمر عليها كل أو ننتقي منها لأن الحقيقة البحث عميق وطويل يعني كل ما دخلنا في بحث التقوى في القرآن الكريم تجد أن هذا البحث عميق وكبير ومتشعب فاقتران الإيمان بالله عز وجل بالتقوى واضح وجلي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطي وما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله شو؟ أمر أمر فآمنوا بالله ورسله كل الرسل بدي يكون عنا هذا الإيمان الصافي اليوم يا أحبابنا معظم الديانات السماوية تشيطنيت ليش؟ صار في طعن بالرسل حتى هو في طعن بالرسل في تشويه للرسل إما بأقصى بأقصى التطرف إلى أقصى اليمين أو بأقصى التطرف إلى أقصى الشمال يعني من أن يكون الرسول ما هو ابن حلال إلى أن نجعل الرسول إله هكذا ولكن الإسلام متوازن القرآن واضح الإيمان جلي صريح يا أحبابنا وكم وكم هي حاجة البشرية اليوم إلى نور الإيمان كم هي حاجة البشرية اليوم إلى نور القرآن والله يا أحبابنا والله حاجة البشرية اليوم لنور القرآن أكثر من حاجة إنسان يعني يموت في الصحراء من شدة العطش وهو بأشد الحاجة إلى قطرة ماء شو بده بده قطرة ماء اليوم هيك حاجة البشرية والإنسانية لهدي القرآن وهدي الإسلام وعقل الإيمان وتوازن هدي الرحمن فآمنوا بالله ورسوله طيب قال وإن تؤمنوا وتتقوا فقال أخي أنا عندي إيمان بلا تقوى قال ما رمشي الحال الإيمان هو الشيء الذي وقرى في القلب وبحاجة إلى تصديقه بالعمل والعمل هو التقوى العمل بالنصوص العمل بما يطلب الله عز وجل مننا العمل بالتزام الأوامر واجتناب النواهي فهذه الثنائية يا أحبابنا تحقق المعجزات هذه الثنائية تحقق المقامات هذه الثنائية تحقق الارتقاء فآمنوا بالله ورسوله وإن 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 شرطية وإن شرطية إن تدرس تنجاح إن كذا وإن شرطية وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله أكبر الله أكبر شو وإن تؤمنوا وتتقوا فارتبطت هذه الثنائية فأنت اليوم بدك تفهم أن اليوم دي يكون في عندك قاعدة إيمانية أساس إيماني بدك تبني عليه بنيان التقوى قال ساعة أنت إلك أجر عظيم وبقدر ما ترتقي بهذا البناء الإيماني بقدر ما ترتقي في هذا الأجر العظيم ليش لأنه أتت نكرة ما قال الله عز وجل فلهم الأجر العظيم لو كان قال الأجر العظيم يعني محدد معروف أما أتت العبارة هنا بصيغة النكرة ليش قال لتفيد العموم لتفيد الإطلاق لتفيد عدم الحدود في أجر عظيم لا حد له لا حد له بقدر ما أنت ترتقي بحالة الإيمان وحالة التقوى بقدر ما أنت ترتقي بهذا الأجر العظيم يا Ruff بهذا الشهر الفضيل اجعلنا من الذين آمنوا واتقوا يا رب اجعلنا من الذين مننت عليهم وأكرمتهم بالأجر بالأجر العظيم وكذلك قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين طيب شو يعني العبارة المتكررة قال لا أخي طلعنا على هالطابق بعدين طلعنا على هالطابق كمان هو طابق بس بقى شو هذا له غير مواصفات له غير فكل آمنوا واتقوا إلى إيش إلى معنى إلى رؤية إلى دلالة ما أنه والله كل وحدة هي نفس الثاني لا لا أبدا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا قال هؤلاء الذين يعني نزلت هالآية لما نزل تحريم الخمر فلما نزل تحريم الخمر بيعرفوا أصحاب أنه في ناس كانوا يشربوا الخمر وكان معروف حتى بمرحلة من الإسلام كان لسه على الخمر ما حرم فلما حرم الخمر فقالوا طيب كيف باللي ماتوا شو صار فيهم شو وضعون آهدوا لي ما عليهم جناح إذا ما اتقوا وآمن إذا ما كان عندهم إيمان وتقوى بما هم مؤمورين فيه فليس عليهم جناح في ذلك وعملوا الصالحات في وقت وفيما يتيسر لهم قال ثم اتقوا وآمن أي اتقوا وآمنوا الثاني قال حينما نزلت تحريم تلتزم وتاخد فيه وتأدي فيه قال بعدين قال ثم اتقوا وأحسنوا قال بعدين أنت أيقنت وثبتت وارتقيت حتى وصلت إلى مقام الإحسان ومقام المحسنين فهون يا أحبابنا حالة ثلاثية بتدلك أنه في عندك إيمان في عندك تقوى في عندك ثبات على التقوى في عندك استمرار على التقوى في عندك ارتقاء بالتقوى في عندك وصول لحالة الإحسان وأحسنوا ثم اتقوا وأحسنوا أي شو النتيجة؟ قال والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين ففي عندك دبلوم في عندك ماجستير وفي عندك دكتوراه فاليوم يا أحبابنا الشيء المؤلم الحقيقي أننا بقينا في مرحلة الإسلام شو؟ اليوم وضعنا شو؟ وضعنا أننا بقينا في مرحلة الإسلام ورضينا ومبسطنا وكتفينا بهذه المرحلة طيب يا جماعة ومرحلة الإيمان مرحلة الإسلام هي المرحلة الابتدائية يعني عفوا إذا أنت دخلت معك شهادة اتدائية اليوم ما بتصير مدير عام ولا بتصير رئيس فرشة ولا بيقلك معه ابتدائية فهذه أول صح وما له أمي ما له أمي زلمي بيعرف يقرأ وبيكتب وبيجمع وبيطرح بس شو معه؟ معه شهادة ابتدائية مين بيقبل اليوم أن يبقى في الشهادة بمرحلة الشهادة الابتدائية؟ بدنا نرتقي يا أحبابنا بدنا نفكر وهذا لا يكون بغير مدرسة وهذا لا يكون بغير إيش؟ بغير معلم لابد من أن نرتقي في مراحل الإيمان ليش؟ لأن هاي المراحل اللي رب العالمين أعطى فيها تعهداته أعطى فيها شو؟ تعهداته وكان حقا علينا نصر المؤمنين قال ما عم ننتصير قال شو معناتها؟ شو معناتها؟ معناتها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لأن الشرطية قال يا ربي إحنا هو مو الأعلون صفيانين بسفل سفل الطنجرة وين؟ بسفل سفل الطنجرة وين ما رحنا؟ وين ما جينا؟ أموالنا مهدورة ثرواتنا مسفوحة لفلان ولعلتان وللطاع المان وعلى المجاهرة وعلى المجاهرة اليوم لاعب فطبول بيأخذ كل ما عاش أهل سورية لاعب فطبول بسعودية لا إله إلا الله وين نحنا؟ وين هالأمة؟ يا لطيف شو بده يصير به هالأمة؟ يا لطيف شو بده يصير به هالأمة هاي؟ يا جماعة عن رب العالمين ما فيه؟ عن رب العالمين ما فيه؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين إن تصبروا وتتقوا إن تؤمنوا في واحد اثنين إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين وين اليوم التقوى بواقعنا وين الإيمان بواقعنا لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحب لنفسه ما آمن بي ساعة من نهار ساعة ما لم آمن من نبي عليه الصلاة والسلام من بات شبعان وجاره بجانبه جائع وهو يعلم الله أكبر شو هات شو هات قال ايه وزه البلد وجنبه بلد تاني واثنيناتون أخوه بالعرب وأخوه بالإيمان وأخوه بالإسلام ومن جماعة لا إله إلا الله ايه وهدولي عم بيباتوا الأكل عم بينكب ليوصل لشو اسمه وهدوليك ميتين اجوا على لقمة شو معناته مؤمنين قال ايه أخي في عمنا كعبة وعم نعمل عم نغير سوب الكعبة وعم نعمل عنبر خلط بخلط بخلط هذا الخلط يا أحبابنا سيدفع ثمنه غاليا إن عاجلا أو آجلا والله على ما أقول شهيد إلا إذا إلا إذا تبدل الحال شو إلا إذا تبدل الحال إلا إذا تغير الحال إلا إذا يعني انقلبت الموازين وعدنا إلى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا قال إيه ما ابنني أقيل إيه مثل ما بتكون مثل ما بتكون مثل ما بتكون فالقضية مع رب العالمين يا أحبابنا أنا الزلم يا عبد فقير أنا أقرأ هالرسالة وعم بوصل هالرسالة يعني بما استطعنا من قوة بما أوتينا من فضل من الله عز وجل أما الواقع مؤلم والواقع خطير والواقع يعني الأيام حبلة يا أحبابنا الله وكي لكم الأيام شو حبلة وما ستلت به والله يعني لا يسر لا يسر لا قريبا ولا بعيدا ولا يسر ولا يسر أحد إلا إذا عدنا إلى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شو بدا أعتصام بدا تقوى بدا بدا رجوع إلى الله عز وجل وإلا ما فيه شو يعني أعتصمه يعني واحد غرآنه ولا أحبل تمسك فيه بكل وجوده بكل حياته بكل قوته إذا ما رجعنا اليوم لقرآننا بهذا الشكل إذا ما تركنا المظاهر والشكليات والترهات فالواقع سيكون الواقع أليم سيكون الواقع صعب نرجو الله عز وجل أن ينجينا نرجو الله عز وجل أن نكون من المؤمنين من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغثين اجعلنا من الذين آمنوا واجعلنا من الذين اهتدوا وزادهم هدى وآتاهم تقواهم يا رب العالمين سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبل يا رب واجعلنا فيه من المتقين يا رب واجعلنا فيه من الذين يتقدمون في طريقهم إلى التقوى عز وجل لكي ترضى عنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رجاء السائرين يا غياث المستغيثين هيئ لنا أمرنا لنكون من المحسنين إن الله يحب المحسنين يا رب العالمين يا رجاء السائرين إنا وقفنا ببابك ضعفاء فقراء مساكين فلا تردنا من رحابك ولا تطردنا من فسيح جنابك يا رب يا رب أعنا على تلاوة القرآن وعلى فهم القرآن وعلى تعليم القرآن وعلى تطبيق القرآن وعلى الارتقاء بالقرآن بفضلك وجودك ورحمتك يا من أنزل القرآن على نبيه ورسوله يا من أنزل الهدي على خلقه يا رب اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا بألطافك واصرف عنا بألطافك واصرف عنا بألطافك شر ما قدرت وقضيت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة